وينضم إلينا من كابل السيد خالد ملكزي الأكاديمي والمحلل السياسي سيد ملكزي مرحبا بك ما هي أسباب رفض حركة طالبان لوجود الجنود الأتراك في أفغانستان طيب أولا أهلا بكم طبعا هذه من المحاور أو من الموضوعات الأساسية الآن التي تدور حولها حوارات ساخنة منها إجلاء القوات الخارجية من أفغانستان ومن هذه القوات هي قوات تركيا وغير ذلك رفضت حكومة طالبان وجود هذه القوات في هذا البلد لكي يحل السلام الكامل في كل أرجاء البلد وكذلك كل الدول تحاول إجلاء قواتها من هذا البلد والسبب الرئيسي لهذا الإجلاء أو لهذا الإنسحاب إنسح التعبير هو أن هناك مخاوف أن حركة إرهابية للقاعدة وكذلك لداعش ستشن هجمات شرسة على مطار كابل لذلك هذه المخاوف تزداد يوما بعد يوم وكل الدول تحاول أن تنسحب قواتها من أفغانستان نعم سيد ملكزي في الناحية الأخرى حركة طالبان عينت وزيرين وزير للدفاع وآخر للمالية لماذا هذه التعينات في هذا الوقت بالتحديد وما دلالة الأسماء التي طرحت أيضا؟ نعم هذا صحيح حركة طالبان في الأوينة الأخيرة أعلنت بعض المسؤولين كوزراء لبعض الوزرات أنا الآن سأذكر الأسماء البارزة مثلا منها وزارة الدفاع أعلنت حركة طالبان ملاعب القيوم ذاكر يكون كوزير لوزارة الدفاع وكذلك للبنك المركزي أعلن هذه الحركة مسؤولا وهو الذي ستولى هذه المهمة هو حاج إدريس وكذلك حركة طالبان أعلنت بعد محافظ المقاطعات يعني أنا وكذلك زبيح مجاهد وأيضا أعلن كيكون رئيسا لوزارة الثقافة لكن الآن يبقى موضوع السؤال هل الجبهة المقاومة ضد الطالبان ستعترف بهذه الوزارات أم لا أو بهذه المسؤولين أم لا هذا هو السؤال الذي يجب أن نجد له جوابا مقنعا نعم وهل لديك جواب لهذا السؤال؟ أنا أرى أن الآن الحكومة طبعا يعني أفغانستان بحاجة ماسة إلى تشكيل إدارة إلى تشكيل حكومة شاملة التي تشمل جميع الطياف البلد وطبعا يعني هذا البلد فيها أقوام مختلفة فيجب أن تهتم الحكومة المستقبلية أن تكون حكومة شاملة التي تشمل فيها جميع الطياف فطبعا هناك أقوام مختلفة فيها طاجك وفيها بشتون يعني أن تكون لا تكون فيها اهتمام بطيف واحد أو بجماعة واحدة نعم سيدة ملكزي فقط أريد أن أدقق منك هذه المعلومة وهي أن وزير الدفاع الذي عينته حركة طالبان كان معتقلا سابقا في سجن جوانتانم وهل هذا صحيح؟ والأمر الثاني لماذا أقدمت على هذه الخطوة دون أن تتشاور مع باقي القوى السياسية؟ طبعا الآن أنا لا أعرف بالضبط هل هو كان معتقلا في سجن الأمريكا وفي سجن باكستان لكن أهم السؤال المطروح هنا هو أن يعني لماذا أعلنوا هؤلاء الوزراء؟ طبعا الآن الوضع المسيطر في أفغانستان هو حالة فوضوية وأرادت حركة طالبان لتنهي هذه الحالة الفوضوية لذلك هم قاموا بإعلان بعض الوزراء وكذلك طبعا هي الحركة الوحيدة الآن التي تتمتع بسيطرتها على كل أفغانستان باستثناء ولاد بنشير أشكرك سكرا جزيلا ضيفنا من كابل السيد خالد ملكزي الأكاديمي والمحلل السياسي ترجمة نانسي قنقر